موسيقى بصبح عليكم مرة تانية مشاهدين ومتابعين الكرام لسا مكملين معاكم فقاراتنا المتنوعة وكمان حواراتنا المختلفة في هذا الصباح مفيش شك انه اللي بيحصل دلوقتي في القضية الفلسطينية والأهلين في غزة يمكن تعبيرات كثير جدا من المواطنين أظهرت قد إيه الطيبة والتعاطف مع الشعب الفلسطيني لكن رواد التواصل الاجتماعي ما فيش شك انهم دايما بيكون عندهم حالة من النشاط والتفاعل مع كل اللي بيحصل حوالينا ضيف اللي منورنا دلوقتي تفاعل الحقيقة مع القضية الفلسطينية ومع أهلين في غزة لكن بشكل مختلف ابتدى يرسم جداريات على حيطة غرفته الخاصة في شاقته يرسم جرافتي لأنه هو أصلا رسام جرافتي ابتدى يرسم بعض الرسومات الخاصة بالتعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني بالتأكيد لإبراز نوع من ربما اللحمة الوطنية اللي بنشوفها بين الشعب المصري وبين كل الدول الشقيقة والصديقة وطبعا الشعب الفلسطيني بالأخص هذه الصورة الحقيقة لقت رواك كبير جدا لقت ترحيب جدا من مواقع ورواد التواصل الاجتماعي لهذه الصورة المعبرة وبتدت تنتشر بشكل كبير جدا على مواقع مختلفة يعني اسمحولي أرحب بضيفي واللي مشرفني على الهواء مباشرة يوسف الشيخ فنان جرافتي صباح الخير صباح النور خلينا معاك يا يوسف ومع مشاهدين الكرام نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونبدأ على طول بعد ونكمل النقاش يوسف الشيخ صاحب الواحد والعشرين عاما صمم جرافتي على حائط غرفته احتفالا بأهل فلسطين الشقيقة بعد إعلان وقف إطلاق النار كاتبا شعار غزا تسرت والقدس لنا يوسف يدرس بكلية تاريخ والحضارة جامعة الأزهر ويهوى رسم خاصة فن الجرافتي ويهتم بالخط العربي وفن الفانتازي عموما يوسف يهوى رسم جرافتي من صغره ويحاول أن يعبر عن رأيه بها والموهبة والاختلاف والفن قادر على توصيل القضية وصوت الحق بسهولة وسرعة يوسف حصل على العديد من الجوائز في مجاله منها المركز الأول على محافظة القاهرة في الخط العربي وشهادة أعمال من إحدى الشركات المهتمة بالفن الجرافتي يوسف أراد الاحتفال بطريقته الخاصة عن طريق رسم حائط غرفته وقام بتخطيطه بالحروف العربية وعبارة غزا تسرت لكي يوثق حدثا مهما وصمود شعب أمام قوة غاشمة زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير يوسف إدري عبر عن تضمنه مع الشعب الفلسطيني يعني برحب بي مرة تانية يوسف الشيخ فنان جرافتي برحب بيك يا يوسف يعني في البداية عايزين المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي يتعرفوا عليك أكتر وزي دخلت عالم هذا الفن؟ بسم الله أولا الفن الجرافتي نوع من أنواع الرسم النوع الجرافتي عبارة عن رسم الحوائط غير الفن التشكيلي والبرترية والحاجات دي الفن الجرافتي عامة أنا بدأت فيه من حوالي 4 سنين كنت برسم حوالي شوء وحاجاتي على صحابي فمتطور معي تعرفت من ناس كتير بعدما جاء لمخصص لي والرسمة بتاعت فلسطين قبليها كان فيه كان صحفي تكلمني قال لي ده موضوع كويس لازم تتكلم عنه وأنا أصلا مبدئيا كنت حابة أعمل كده بس الموضوع إيه ريكم مع بعضه اللي هو إيه لازم أعمل رسمة عشان أصحفيني تكرمه عليها فرسمتها والحمد لله الرسمة كتير قوي تكرمه على اليوم السابع ويموقع كتير إزاي جات لك الفكرة أنك تكون إيجابي وتتضمن حتى برسمة يعني تستخدم موهبتك في هذا الفن أنك تتضمن مع أشقائنا في فلسطين كل واحد بوصل فكرته بالطريقة اللي قدر يعملها أنا عشان رسام فأكيد أوصلها بالطريقة دي طيب يعني الصورة رغم أنك رسمتها يوسف في جدار غرفتك الخاصة لكنها انتشرت وكان ليها رواق كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي هل كنت متوقع هذا النجاح الكبير والرسمة معانا على الهواء هي بنعرضها على الهواء طبعا أنا مش متوقع حاجة زي كده بس دي حاجة فروحيتني جدا بس عشان كنت رسمها في نفس الوقت اللي كان الحمد لله غزة وقفت راكي النور والكلام ده بس أنا برسم من هنا من أربع سنين بدأت برخطر عربي كنت بقيت برسم بقيت بخطر عربي الحد مع موضوع الطور معاه بتبرسم طيب هل ليك صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عرضت عليها رسمتك عندي اوه ولا ابتديت تروج للرسمة ازاي عندي نرف عطا على الفيسبوك واللي نستة فصحفين يتكلموا عليها غير اللي كانوا باستنينها فالموضوع انتشر الحمد لله واخترت العنوان ازاي احنا شايفين العنوان معانا غزة انتصرت ده كان عنوان طبعا بعد عملية وقفة اطلاق النور جات في نفس الوقت اللي كان فيه وقفة اطلاق النور فكنت عرسمة اصلا قبل الموضوع ده فدي تنسكت مع الموضوع مع وقفة مع وقفة اطلاق النور انت كمان يا يوسف كتبت على صفحتك على فيسبوك كتبت جدارية جرافتي لفلسطين بكرة هتكسر الدنيا ان شاء الله يعني قد ايه كان عندك فعلا احساس انه الرسمة دي مش هتكون رسمة عادية هتحقق نجاح كبير علشان كل الناس اصلا مستني حاجة زي كده كل واحد بيدعم القضية بطريقة مختلفة فدي كان ناس اللي عندي كانوا مستنينا وطلبها مني كتير فعشان كده رسمتها وصحفين اتكلموا عليها وكانوا مستنينا اصلا وكذا موقع اتكلم عليها بصدفة معنا كنتش متوقع حاجة زي كده ودي حاجة فرحتني جدا هم اتكلموا عليها من خلال انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي طب خدت وقتها دي في انك ترسم الرسمة دي حوالي اربع خمس ساعات بدأت الحديد الاول تمام بعد كده بعدها بيوم رسمت لو انتهى لحد ما خلصت بس لكن الفكرة كانت موجودة فكرة موجودة من بدري وعايزة ابدأ فيها بس موضوع يعني بعد ما تربوها كتير مني فقلت لازم عملها طيب يعني عايزة اتكلم عن فن الجرافتي بشكل عام هل الفن ده مكلف ولا ادواته بسيطة وسهلة ممكن ما تكونش مكلفة بالشكل المادي الكبير هو مش مادية كبيرة جدا بس عبارة عن الوان واجهازة فرش او او ايه برش مسدس بس الفكرة في الاسطالة ساعية الوان بس دي المكلفة شوية انما كفن فعلى حسب بقى الرسمة نفسها في مكلف في عادي طب يعني احنا عايزين نحب نعرف برضو يعني هل الفن والرسم على الجداريات ده خاص بموهبة خاصة بيك ولا دراستك ابتدت تتعمق اكتر في الدراسة من الموضوع الفن بشكل عام سواء الرسمة او رسم الجداريات انا بدلت في تاريخ وحضورة ملاش علاج خالص بالرسم اللي انا فيه بس عشان انا موهبة من صغري فموضوع تطور بقى برسم جداريات بقى شغلي باشتغل في الدكور بصمم دكورات مع مهندس بعمل جداريات في افلام وبرامج اعلانات في قفوات الكلام ده طيب يعني نقدر نقول انك يا يوسف ممكن تكون اصغر زي ما الصحافة قالت عليك انك اصغر فنان مصري بيرسم جداريات وفن الجرافتي تمام عشان برسم من 4 سنين كان سن صغير وبرسم فكان شيء مختلف جدا ان حد في السن بتاعي بيرسم جداريات وعلى مساحات كبيرة فده كان شيء مختلف فعشان كده يعني الصحافة كلمت عني بالطورة دي لانها رسام جرافتي دي صغيرة على سني طيب انت قلتلي دلوقتي يا يوسف انه بتشتغل في اعلانات بتشتغل في اعمال درامية في ديكورات في كده هل عندك مشاريع مستقبلية ممكن تقول لنا احنا تبقى تصريح خاص لنيل الاخبار هل شغال في حاجة هتطلق عن النور الفترة اللي جاية وهتبقى مفاجئة للناس واخر حاجة عملتها كان اعلان شركة بوب جي ديكور لحد دلوقتي اعلن سمتزعش بس كنت لازم فيه جدارية عليها علاقة بالشركة ومشروع اللي نفس ابدأ فيه اللي هو مشروع شركة تعليم التعليم الجرافتي وتعليم الرسم عامة وطبعا الجرافتي بالاخص لان كورسات كتير قوي في رسم كتير في البرترية والفاهم والرسوات دي كتير جدا انما الجرافتي ولال جدا في حدي بعلمه فدوت انا عايز ابدأ في الحوار ده قريب طيب طموحاتك لفن الجرافتي وعندك افكار ممكن تطور بيها الفن ده ولا مجرد ان انت بتنفذ الفن زي ما الكتاب بيقول كده نقدر نقول ولا عندك افكار ممكن تطور بيها الفن والرسم عامة مش في نطاق معين انت بتزود عليها كتير وافكار كتير خل الخط العربي الخط العربي في نطاق معين قوانين انما الرسم مختلف خالص عن الخط فعشان كده الرسم قدر حط افكار حطيها كتير افكار مختلفة فعشان كده مدام مفتوح في الرسم طب ايه بقى الخيط المشترك بين الخط العربي واللي بدأت بي يا يوسف في البداية خالص وبين فن الجرافتي او رسم الجداريات وعامة ان الخط والرسم عبارة اعتبر فن ايد تمام ده فن بالايد ده فن بالايد بس الخط عشان اصعب من الرسم فتعلمته في الاول فموضوع الرسم بالنسبة لي بقى اسهل بعد كده اكتشفت اللي انا لازم هستفد اكتر بالفن الجرافتي فعشان كده رسمت كتير جرافتي انما الخط العربي بكتبه وخط اول كده خط عربي بس الجرافتي كنت انا حابه اكتر عندك يعني رسومات او جباريات ممكن ترسمها خلال الفترة الجاية معبرة عن قضايا مختلفة خاصة بتطورات اللي بتحصل حول العالم ان شاء الله لكل حاجة بتحصل الله ده رابر بقى عن رأيي بالطراب بتاعتي فن الجرافتي اكيد يعني يعني ما فكرتش ترسم حاجة عن الكورونا وده طبعا حاجة على مستوى العالم كله اكيد بتميزك في الفن ده هتكون محقق ايضا رواك كبير ان شاء الله بس كورونا كنت انا ما فيش حرقة حتى كنت عايز ارسم في الشوارع والكلام ده موضوع صعب شوية فعشان كده الموضوع بقى صعب بالنسبة لي في حاجة في وقت الكورونا بس ان شاء الله لأي حدس يحصل قرائب ان شاء الله ارسمه يعني انت يوسف بترسم حاجات في الشوارع مش بس بتشتغل على مشاريع خاصة بترسم كمان في الشوارع تمام بس عشان الشوارع فيها تصرحات والكلام ده فكان كنت عايز اعمالها بسرعة عشان الوقت كان يكون مناسب فالطورية ارسمها عندي في الشوارع طب ايه اهم الحاجات اللي رسمتها في الشارع مش افكار معينة عامة يعني بس هي كان عبارة عن فن الجرافتي باشكال معينة بس مش بتوصل فكرة معينة هو كفن اشخاص الكلام ده شغل شغل تصميم معين بطرقة معينة بس مش بوصل فكرة معينة في احداث يعني مين مسلك الاعلى في فن الجرافتي واللي بتحاول تتعلم منه وعجبك فنه بشكل كبير فيه استاذ فنون جميلة هو مش عارف نعمة اسمه عمارة ببكر ده استاذ وفنان جرافتي اعتبر من احسن رسامين في الوطن العربي في الجرافتي تمام وفيه صديق لازم محمد كمال برضو يعني رسام كبير جدا دولوا اعتبر مسألة اعلى انا اعتبر محمد ده سعيدني كتير في اللي انا قدر استفاد ابدأ ازاي استخدم ادوات ايه الى الوان اللي انا قدر استخدمها ابدأ في رسمها ازاي انها ازاي ايه ازاي ازاي تعمل مع الناس لما يسألونا عن الشغل بتاعي فهو بس فاتي كتير منه محمد لكن ما فكرتش انك تكلل موهبتك بالدراسة انك تدرس في فنون تشكيلية او فنون تطبيقية لهو نصيبي اللي انا ما عرفتش اخش فنون جميل لانا في جامعة الاظر وجامعة الاظر ما فعش فنون جميلة خالص فموضوع كان صعب بالنسبة لي بس ان شاء الله بحاول الفترة بعد ما خلص جامعتي اخش معات سينما دي كور يكون مناسب مع شغلي طيب نصيحتك للسه بقى الاجيال الاصغر منك اللي بيهمهتمين وبيحبوا فن الجرافتي بتنصحهم باي هو عملا لازم يبدأ في اي حاجة لازم يبدأ في اللي هو حبه ولازم يشتغل كتير وما يفعلش يقف لان انا عشان اوصل لحاجة زي كده في دورة سنين لان اوصل لنقطة معينة ما يقستش ما قلت لا خلاص كده مثلا هعمل رسمة محدش يشوف غير قريبي صحابي فكده لازم اقف لا موقفتش لحد ما وضوع جاب وقمع الوقت سنين لحد ما وصلت للدرجة لان فيه ناس بتطلب مني لان انا عامل جادرية معينة فده شيء كويس فلازم الشخص يبدأ علشان يوصل لنقطة اللي هو عايزة طول ما هو مثلا حتى لو وقت يخد سنة اثنين تلاتة فلازم هو يكمل لان لو وقف خلاص كده هو مش يوصل اللي هو عايزه فده النصيحة الاهم ان هو يكمل في اللي هو عايزه يعني يا ادد اي يا يوسف فعلا الفن ده شيء بيرتقي مشاهدين بالروح بيرتقي ايضا بالفكر فن راقي جدا بيضاف لكل الفنون بالتأكيد ما يقلش ابدا عن اي فن من الفنون انا بشكرك شكرا جزيلا نورتين يا يوسف يوسف الشيخ الفنان الجرافتي شكرا وصباح الخير عليك وايضا مشاهدين الشكر موصول لحضراتكم ودي كانت اخر حواراتنا مع حضراتكم في هذا الصباح بالتأكيد غدا لينا لقاءات وحوارات مختلفة في هذا الصباح ابقوا دائما معنا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة